اشتركوا في القناة اليوم ان شاء الله وبعد درس الجملة البسيطة والجملة المركبة نتكلم عن الجملة الواقعة مفعولا به اذا ما زلنا مع الجملة المركبة واليوم سنرى الجملة الفرعية عندما تكون جملة في محل نصب مفعولا به ومع هذه المقدمة حتى يتضح او تتضح بعض الامور اولا المفعول به في الاصل كلمة مفردة مثل طالعت الكتابة الكتابة مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة اذا في الاصل ان المفعول به يكون لفظة مفردة كما ترون في هذا المثال ثانيا هناك افعال تنصب مفعولا به واحدا هناك افعال لا تتعدى الى اكثر من مفعول واحد مثل هذا المثال الذي رأيناه الآن اذا تكتفي بهذا المفعول طالعت الكتابة مفعول به واحد وهناك افعال اخرى لا تكتفي بمفعول بل تتعدى الى نصب مفعولين اثنين كمثال حسبت اللصة سارقا حسبت فعل وفاعل التأم تحرك هنا في محل رفع فعل اللصة مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على اخر مفعول به اول سارقا مفعول به ثاني اذا هذه لا افعال وهي افعال هنا هذا فعل من افعال الظن طبعا هناك افعال الظن وافعال اليقين وافعال التحويل اذا هذه الافعال تنصب مفعولين اثنين كان في الاصل مبتدأ وخبر لو حذفنا حسبت حذفنا الفعل والفاعل تصبح الجملة هكذا اللص سارقا يصبح المفعول الاول مبتدأا ويصبح المفعول به الثاني خبر اذا حسبت اللصة سارقا اذا القاعدة الثالثة ان هناك افعال تنصب مفعولين هناك افعال تنصب مفعولين في الاصل كان مبتدأا وخبر وهناك افعال تنصب مفعولين لم يكن في الاصل مبتدأا وخبر الجملة الواقعة محل المفعول به تأتي مكان ماذا في الأصل يعني هذه الجملة الواقعة محل المفعول به هل تأتي محل المفعول به الواحد مثل هنا مثلا طالعت الكتابة هنا مفعول به واحد هل الجملة التي تقع مفعولا به جلية اسمية أو فعلية تقع في محل نص مفعول به هل تأتي مكان المفعول به الواحد أم تأتي مكان المفعولين الاثنين هنا أم تأتي مكان المفعول به الأول أم تأتي مكان المفعول به الثاني هذا ما سنتكلم عنه الآن بإذن الله إذن الجملة الفعلية كما تلاحظون تأتي مكان المفعول به الواحد يعني ممكن يكون عندنا فعل يلزم مفعول به واحد هذا المفعول به يكون جملة فعلية كما سنرى في الأمثلة أيضا الجملة الواقعة محل مفعول به يعني تأتي محل المفعول به الثاني مثلا هنا حسبت اللصة ليس سارقا حسبت اللصة اللصة مفعول به أول كلمة مفردة ليس سارقا ليس جملة منسوخة ليس سارقا جملة منسوخة يصبح سارقا خبر ليس إذن وتصبح يصبح المفعول به الثاني جملة هنا يكون جملة اسمية ممكن أن يكون جملة فعلا لكن هنا جاء ليس سارقة جملة اسمية منسوخة ويأتي أيضا في كثالث أو كثالث يسد ما سد المفعولين إذن لا يأتي ما كان المفعول به الثاني كما هنا ولكن يسد ما سد المفعولين لا يأتي المفعولين أصلا مع هذه الأفعال وإنما يأتي تأتي جملة فعلية أو اسمية نعرفها جملة فعلية أو اسمية في محل نصب مفعول به تأتي جملة واحدة محل هذين المفعولين وصنرى إذن مع الجملة الواقعة موقع المفعول به قلنا بالنسبة للأفعال التي لا تتعدى إلى أكثر من مفعول واحد إذن كخلاصة تأتي هذه الجملة ما كان المفعول به وتكون إما جملة مصدرية جملة مصدرية مؤولة أو جملة ما قول القول يعني الجملة الفعلية أو الإسمية التي تعرب في محل نصب مفعول به بالنسبة لي عندما تقع موقع المفعول به الواحد تكون جملة مصدرية إما متصلة بأن المصدرية أو متصلة بأن المصدرية أو متصلة بلو المصدرية أو متصلة أو جملة مقول مقولة القول طبعا مع الشرح إذن نلاحظ مصدرا مؤولا طبعا قلنا أن المصدر المؤول هو يعني عكس المصدر الصريح مثلا جملة هذه مقتلنا بأن أرجو أن تساعدني هذا مصدر مؤول لأنه اتصل بأن المصدرية إذا ما قلنا أرجعناه مصدرا صريحا أرجو المساعدة هنا أتمنى أنك أنك فهمت نصيحتي أرجو أتمنى فهمك لنصيحتي إذا المصدر أنك فهمت هذا مصدر مؤول أرجعه مصدر صريح أقول أتمنى فهمك نصيحتي أو لنصيحتي أحب لو تسامح من أساء إليه أحب مسامحة من أساء إليه إذن هذه الآن جملة مصدرية هنا اتصلت بأن المصدرية وهنا اتصلت بأن أخوات إنه ناسقة وهنا لو المصدرية أيضا إذن في هذه الثلاث حالات الجملة التي تقع موقع المفعول به أو محل المفعول به الواحد تكون جملة مصدرية متصلة بأن أو متصلة بأن أو متصلة بلم إذن المهم أنها جملة مصدرية ثانيا تكون جملة مقول القول مقول القول يعني مثل هذا المثال قالوا سمعنا وأطعنا طبعا هذه آية كلمة قالوا سمعنا وأطعنا إذن قالوا هذا إخبار الله سبحانه وتعالى يخبر يخبرنا قالوا ماذا قالوا المؤمنون قالوا سمعنا وأطعنا عكس بني إسرائيل الذين قالوا سمعنا وأطعنا أهل الإيمان قالوا سمعنا وأطعنا إذن ما هي الجملة التي قالها المؤمنون سمعنا وأطعنا هذا ما خرج من أفواه المؤمنين إذن هذه الجملة جملة فعلية سمعنا وأطعنا هذه جملة فعلية في محل نص مفعول به للفعل قالوا لأنها مقولة القول مقولة القول إذن باختصار الجملة الفعلية التي تقع موقع المفعول به الواحد تكون إما جملة مصدرية مستصبة بأن أو بأنها أو بلو وهي كلها مصدرية وإما مقولة القول يمكن كما ألاحظ بكل مرة أن توقف التسجيل أو تعيده من أجل التحصيل الجيد ثانيا بالنسبة للجملة الواقع موقع المفعول الثاني إذن بالنسبة للأفعال التي تتعدى إلى مفعولين مثل أفعال الظن هنا أظن المكان يناسبنا إذن أظن فعل وفاعل والمكان مفعول به أول تلاحظون أنه كلمة مفردة مفعول به أول منصوب وعلامة نصب بفتحة ظاهرة على آخره المفعول به الثاني ويناسبنا إذن تلاحظون أنه جملة فعلية في محل نصب مفعول به ثاني مفعول به ثاني للفعل أظن حسبت فعل وفاعل التاجر وفعول به أول منصوب على فتحة ظاهرة على آخره ليس سارقا هذه الجملة قلناها من قبل ليس سارقا إذن جملة اسمية منسوخة في محل نص مفعول به ثاني للفعل حسبت إذن أظن وحسبت وخلت كلها من أفعال الظن التي تنصب مفعولين اثنين إذن تلاحظون أنه يناسبنا وليس سارقا وقعت موقع المفعول به في هذه الأمثلة المثال الثالث خلتك تلاحظون خلتك خلتك في مضارعها بالمناسبة نقول إخالك إي بالكسر ولا نقول أخالك لأن العرب يعني ببساطة لا تقول أخالك بل تقول إخالك إذن خلت فعل وفاعل التاء طبعا في محل رفع فاعل والكاف ضامير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول تكلمني تكلمني جملة فعلية في محل نصب مفعول به ثاني إذن هذه الأفعال الثلاثة أظن وحسبت واخلت نصبت مفعولا به أولا مفردا هنا كلمة هنا كلمة هنا ضامير لكن المفعول به الثاني جاء على شكل جملة وهذه الحالة الثانية الحالة الأولى لما يكون مفعول به واحد ممكن أن تأتي مكانه جملة فعلية أو إسمية جملة فعلية أو إسمية مصدرية متصلة بأن أو بأن أو بلو أو مقورة القوش بالنسبة للحالة الثانية كما تشاهدون الجملة تأتي مكان المفعول به الثاني الحالة الثالثة والأخيرة هي الجملة الواقعة موقع المفعولين أي تسد ما سد المفعولين يعني تأتي جملة واحدة تنزع المفعول الأول والثاني وتحل محلهما فتكون مثل هذه الجملة مصدر أول مقترن بأن أو مقترن بأن علمت طبعا علمت من أفعال اليقين علمت أن العيد قريب إذن من المفروض أن علمت أو علمة تنصب مفعولين تنصب مفعولين لكن هنا نصبت مفعولا واحدا وهو الجملة الإسمية المنسوخة أن العيد قريب مثال زعم من أفعال الظن زعم خالد خالد إذن زعم خالد فعل زعم فعل ماضي وخالد فعل مرفو على مترفه ضمة ظاهرة على آخره أن سيستافر أن سيستافر إذن أن سيستافر جملة مصدرية مصدر مصدر مؤول أن جملة مصدرية فعلية في محل نص مفعول به للفعل زعم إذن هذا هو هذه هي الجملة الفعلية التي تكون فرعية من جملة أخرى فيكونان معا جملة مركبة الجملة الفرعية منها في محل نص مفعول به إذن ثلاث حالات الحال الأولى جملة فعلية تحل محل مفعول به الواحد الحال الثانية جملة فعلية تحل محل المفعول به الثاني بالنسبة للأفعال التي تنصب مفعولين والحال الثالثة جملة فعلية تسد مصد المفعولين هذه أفعال التي تنصب مفعولين أفعال الضم حسب وزعم وقال وهب وأفعال اليقين علم وجد رأى القلبية وليس رأى البصرية يعني رأى ليس رأيت مثلا قطار أو رأيت سيارة بل رأى القلبية يعني رأى بالقلب لا تعبر عن الرؤية المصرية ودرى وألفى وأفعال التحويل أي تحول حول وصير وجعل واتخذ وترك ورد كان هنا كان هذا هو درسنا الثالث حول الجملة الجملة الواقعة مفعولا به الجملة الفرعية من الجملة المركبة نلتقي في تسجيل آخر بإذن الله سبحانه وتعالى كان معكم أخوكم عبد الحميد امراض لا تنسونا من دعمكم ومن تعليقاتكم ومن نصحكم أيضا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته